بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم دي خريطة توفقية ما بين هانس زاهد واحمد فهمي الجوازة بتاعتهم كانت من 2019 وانتهت دلوقتي 2023 الوقت اللي احنا فيه يعني تعتبر اربع سنين جواز حلوة مش وحشة يعني بس المفروض ان الجواز بشكل عام يفضل انه يستمر يكون في عيال الكلام ده احنا ما نعرفش بصراحة هم ميتة جوزوا بالزبط تاريخ توقيع عقد الزواج ممكن يكون تاريخ توقيع عقد الزواج مش حلو المهم انت بتاخد اسم الشخص هو احمد الاسم هنا احمد فهمي والتاريخ ميلاده 6 نوفمبر ومدينة الولادة القاهرة وساعة الولادة مجهولة فاحنا هنحطها اي حاجة من عندنا 6 نوفمبر 80 والبنت هنة الزاهد برضو نفس النظام هتاخد اسمها اسمها معروف هنة الزاهد تاريخ ميلادها 5 يناير 94 ساعة الولادة يعني مجهولة برضو ومدينة الولادة القاهرة وطبعا هي حاليا بتمر بحاجة اسمها عودة زحل اللي بتحصل عند السنة 30 تقريبا 5 يناير 94 بتمر بحاجة اسمها عودة زحل في الحوت لان هي عمرها بيقترب من الثلاثين سنة ودي بتبقى فترة الانسان بيقابل فيها تجارب جديدة وبيختم فيها التجارب ومن ضمنها تجارب الزواج وتجارب الطلاع طيب احنا عايزين بقى نشوف كتابة عقد الزواج فيما بينهم يعني عقد يعني متى متى عقد الزواج يعني متى كتب عقد الزواج فيما بينهم وهل اليوم ده ممكن يكون مهم ممكن نوقف شوية كده وبعدين يبقى رجع لكم يعني هنا كده مكتوب عقدة امس عقد القران احمد فاهمي وهنا الزاهد اللي هو 11 سبتمبر ماشي 11 سبتمبر 2019 يعني ايه ده 11 سبتمبر اللي هو 11 سبتمبر اللي هو اليوم المشؤوم 11 سبتمبر 2019 هنروح نشوف دلوقت ايه الكواكب اللي كانت موجودة هنا كده نيجي ونشوف 11 سبتمبر 2019 نجي عند 2019 ونجي عند السبتمبر ده معروف سبتمبر ونجي عند كلمة يوم 11 هم وبقول لك عقدة امس امس اللي هو هيبقى 10 سبتمبر صح كده برضو اهو 10 سبتمبر 2019 سواني هنا بيقول عقدة امس امس ده اللي هو هيبقى يوم 10 سبتمبر 2019 ماشي يلا بينا ده كده عقد الزواج 10 سبتمبر 2019 كانت الزهرة في الهبوط في برج العزراء دي مشكلة كبيرة جدا القمر كان يعتبر في وضع بشكل عام لا جيد ولا ولا سلبي لا سعد ولا نحس اللي هو قمر الدلو القمر هنا في الدلو ده ما كانش يعتبر يعني لوحش ولا حلو متوسط لكن المصيبة كلها في الزهرة اللي كانت في العزراء الزهرة دي لما تكون موجودة في البرج ده برج العزراء هنا النحس كله ممكن كان اختيار التاريخ فيما بينهم غير موفق لو جيت شفت كده الخريطة التوافقية انا كنت عملت قبل كده في 2019 الناس اللي حابة تشوف انا من زمن الزمن وانا بتكلم هنا في 2019 12 سبتمبر 2019 انا كنت اتكلمت عن الزواج فيما بينهم قلت ان الزهرة تربية الشمس والزهرة تربية المريخ مش عارف ايه ويه ويه فيلا روح نشوفها في فيديو بقى يعني سبحان الله انا من 2019 وانا بحش في المحش باختصار هتلاقي فيه 3 كواكب او اكتر من 3 كواكب بصراحة هم كتير او موجودين في برج الجدي يعني البت دي سبحان الله عندها 9000 كوكب في الجدي عدي معايا كده الشمس في الجدي اه الشمس في الجدي اوطارد في الجدي الزهرة في الجدي المريخ في الجدي اورانوس في الجدي نيبتون في الجدي ممكن تقول كده دول كواكب اجيال طلعهم برا الموضوع لكن عندها 4 كواكب في الجدي طيق عدي الكواكب اللي في الميزان اللي عند احمد الزهرة في الميزان المشتري في الميزان زحل في الميزان بلوتو في الميزان اشطب على بلوتو لانه كوكب من كواكب لاجيال يبقى دول 4 كواكب في الجدي ودول 3 كواكب في الميزان انت عارف ان الميزان ده هو ماشي انت عارف ان الميزان ده والجدي ده فيه بينهم خط كده احمر اسمه خط تربيع 90 درج فبالتالي الهيمنة تربيع الهيمنة بشكل عاق اكيد ده بصراحة مش حلو الشيء اللي لفت نظري عشان اقفل الفيديو ده عشان مش هاز اطول الشيء اللي لفت نظري في جدول الاتصالات وانا بصراحة معرفش عن ايه ما اتكلمتش على حاجة زي كده شوف انا لو اتكلمت هيقول انت حكود وحسود وانت عايز تخرب الجوازة وانت متشائم وانت بتقول كلام غلط وانت بتقول كلام مش حلو ان الجواز والطلاق ده بيحصل عادي واش عارف ايه ولا لا لا إطلاق الاتصالات هتلاقي فيه فيه كلام حلو هنا جدول الاتصالات فيه كلام كتير بقى شوف بقى شوف احنا قلنا ايه احنا قلنا كتير ان احنا لازم نيجي كده ونيجي كده ماشي ونيجي كده ونيجي هنا كده هو ايوا ونيجي قفلين الحتة دي كده حالو نقفل لحد زحل حلو ونيجي برضو هنا كدهو. كدهو كدهو. نقفل كدهو لحد ايوة. لحد الحد دي. حلو. انت عملت ايه بقى? انت لغيت كل حاجة معادك كواكب السبعة الاساسيين في الخريطة. بس هو ده المطلوب. وهزا هو المطلوب اثباته. هيه طاحسة. ماشي هيه طاحسة. حد فكر هيه طاحسة? هيه طاحسة. هاي نكتبها بقى عشان ايه? نرجع الى يام زمان. نرجع هه طاحسة. وهو المطلوب اثباته. انت يهمك اتصالات زحل الكواكب السبعة اللي فوق دول مع الكواكب السبعة اللي على جنب دول. ماشي? حلو الكلام. اه دلوقتي انت شايف ايه? انت شايف انه كل اتصالات الزهرة عند الاخ احمد سلبيه. تربيع 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 تربيع. اربعة تربيع. ودي اول مؤشر احمر. تاني مؤشر احمر ان المشتري بتاع احمد مش عامل اي اتصالات ايجابية. تالت مؤشر ان زحل احمد عامل اتصالات سلبية. يبقى تعرف ان احمد فهمي مش مرتاح في العلاقة دي. او بمعنى اصح اه ممكن اه 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 ممكن البيت مستفادة منه. هو مش مستفاد منها حاك. يعني ممكن تجيب المعنى ده. طبعا في حد يفتكر ان انا ذكوري والعياز بالله. وان انا واقف في صف دول الواد مع البيت ولا البيت مع ولا يفرق مع حاجة. اللي يفرق معي ان جدوى الاتصالات زي ده. في في حاجات ايجابية. بس اوكي بس مش مش كلها قوية. يعني تسديسات. تسديس. تسديس وتثليف. اه اربعة اتنين اربعة واتنين ستة. ستة واحد سبعة سبعة واحد تمانية. تمانية. تمانية ايجابي والسلب كم? السلب اتنين واربعة ستة. يعني احنا قلنا كم? احنا قلنا سبع ايجابي ولا مدري كم? اه اربعة واتنين اربعة واتنين ستة وستة واتنين تمانية. يبقى تمانية ايجابي. اوكي? السلبي كم? السلبي حوالي ستة. اه طيب يبقى الايجابي اكتر من السلبي. هل نفعت العلاقة? لا ما نفعتش. ليش? لان لان في مؤشرات لانه ما ينفعش يبقى فيه كوكب كل اتصالاته سلبي. وما ينفعش يكون فيه كوكب مش عامل ولا اتصال يعني هنا المشتري مش عامل ولا اتصال الزهرة كلها سلبية كل اتصالاتها سلبية زحل كل اتصالاتها سلبية دي مؤشرات ان العلاقة ما ينفع والهيمنة تربيع الهيمنة هيمنت الجدي تربيع هيمنت الميزاء كل دي مؤشرات ان العلاقة بشكل عام ما تزبطش طب ايه اللي ايه اللي يخلي علاقة زي دي كده تستمر يعني ايه اللي يخلوهم يستمروا حاجة واحدة المشتري لما يقتارن مع الشمس وعطارد والزهرة بيدي فيما بينهم يعني تواصل فكري يعني فيه تواصل فكري كان فيه تواصل فكري في العلاقة وإلا ما كانوش يستمروا مع بعض حوالي 4 سنين 4 سنين يعتبر رقم جيد في فترة العمر القصير نسبيا يعني مثلا إحنا قلنا الجواز 30 سنة مثلا الجواز 30 سنة ماشي نقول كده أن أي حد يجوز أي حد يقعد مع بعض 30 سنة بعد 30 سنة بسموح لك تطلع إنت دلوقتي هنقسمهم فترات اللي بيتطلق قبل سنة ده ما فيش توافق خالص اللي بيتطلق مثلا أقل من خمس سنين يبقى ده توافق شوي يعني من من واحد سنة لحد خمس سنين اللي بيتطلق مثلا قول من عشر سنين مثلا لترتيب اللي بيتطلق بعد خمستاشر سنة جواز لترتيب اللي بيتطلق بعد عشرين سنة جواز لترتيب اللي بيتطلق بعد خمسة عشرين سنة جواز لترتيب اللي بتطلع بعد تلاتين سنة جواز لترتيب فهم في الأعمار بتاع الوسط الفني يعتبر العمر ده كويس في العلاقة فيه هنا شوية حاجة البت عندها الظهرة في برج الميزان وهو عنده القمر في برج الميزان وسبحانه اللي اتنين عندهم جونه في برج الميزان يعني الرجل والمرأة هم اللي اتنين عندهم جونه في برج الميزان جونه الميزان وده جونه الميزان وجونه هو كوايكب التزويج أو كوايكب التزاوج فمؤشر جاي لما يكون جونه عند البيت متصل مع كمر الولد ولما يكون جونه عند الولد متصل مع ظهرة البيت ومشتر البيت فبشكل عام مؤشر جيد لكن شو بقى اللي مش جيد بقى انه بشكل عام جونه هنا عمل تربيع مع زحل هنا فده هو اللي فيه مشكلة بقى انه جونه وزحل يكون فيه بينهم اكتران او موجودين في نفس البرج طيب احنا قلنا ايه? احنا ما قلناش حاج احنا قلنا ان الشمس وان شمس الرجل في برج العقرب والبت عندها المشتري في برج العقرب. ده مؤشر جيد للتوافق بشكل عقل. وهو ده الشيء اللي ممكن الشيء الوحيد اللي خلى العقرب ده كملت اصل. يعني المراريخ هنا مش متصلة مع بعضها اي اتصال ايجابي ولا سلب. لان ده اهو ده عنده المراريخ هنا في برج القوس والبت عندها المراريخ في برج الجدي وما فيش. لو جيت قلت ايش? اسباب الانفصال. هل اختلفوا على فلوس? لا. هل اختلفوا على العلاقة الجنسية? لا. هل اختلفوا على الاهتمام والتفاهم? ايه? هنا مشكلة الاهتمام والتفاهم. كيف ان احنا نخلي اتنين متفاهمين التعامل? كيف كيف نتعامل مع بعض? ايه دي المشكلة? ايه دي المشكلة بنت الكلب? في اي علاقة? دول ما عندهمش مشاكل في الفلوس. ممكن مشاكل في الخيانة? والله هو مززهر عندي هنا المريخ في الخيانة. بس يا اخي الولا والبت ممكن اا يعني ممكن ما يكونش في توافق على طول الخط يعني فيه دبانة بين تكلب فيه دبانة بين تكلب بتشغيلنا عن التحليل. طب ينفع كده? طب يعني اسيب التحليل واسيب في الدبانة. مش صحش كده. نوقف. مهم. حاولنا نقتل الدبانة معرفناه. شيء المهم. دلوقتي ايه الكلق? اه فريجلين الحمام. احنا دلوقتي لازم نركز مع بعضنا عشان نشوفهم ما ليه تطلقوا. من وجهة نظر فلكية. من وجهة نظر فلكية هل ممكن يبقى فيه خيانة? اه. انا قلت من شوية لأ بس نرجع نقول اه ممكن الاحتمال ده وارد. ليه? لان انت لو شفت هنا كده هو تلاقي ان مريخ الجدي عمل تربيع مع الظهرة في الميزة. يبقى الولد الجانب الانثوي مش معجب بالجانب الذكوري اللي عند البنت. وبالتالي هو بيشوفها جعفر وبالتالي قالك البيت دي اروح اشوف البيت تاني مثلا. الظهرة تربيع الظهر. يا دك ام يا المرار. برضو ده جانب ممكن يدل على الخيانة او عدم الانسجاء. المشكلة كلها في الخطوط الحمرة دي. الخطوط الحمرة دي اللي عاملنا مشكلة في العلاقة. ومخلية الكواكب اللي هنا ما ما ترتاحش مع الكواكب اللي هنا. وبالتالي يحصل طلاق فالعلاق. احنا ممكن نعدل ساعة الولاد عند البت سعواني كده. كده ممكن تكون الموضوع احسن. ماشي? اوكي? اوكي? اوكي. دلوقتي ايه كلاء? دلوقتي فيه كواكب هنا تربيع الكواكب اللي هنا. ودي المشكلة اللي احنا مش عارفين نفهمها. انه انه ام يعني ما فيه بينهم ارتياح في التفاهم العاطفي يعني الواد ما بعرفش يقول له كلام حلو البيت ما بتعرفش تقول له كلام حلو البيت ما بتعرفش تقول له كلام حلو مثلا يعني ايش ايش اللي يخلي اتنين اتطلقوا بعد الفطرة دي كلها ليش ليش تتطلقوا تراكمات تراكمات ايه تراكمات خيانة تراكمات ايه ايه التراكمات هل بيعملها باسلوب مش كويس البيت كانت واعي يعني هي برج الجدي مهما كان برج الجدي واعي مع ان برج الجدي عمره ما بيحب اهل مثلا كان فيه لخبطة في الامور الخاصة فيما بينهم يعني ايه اللي يخلي شخص وشخصة يتطلقون انت عارف ان فيه تربعات وعارف ان الولد مش مرتاح عاطفيا والولد عنده مشاكل عاطفية اساسا الموضوع ده الموضوع ده محتاج بصراحة محتاج اجيب ورقة وقلم عشان اقعد افتيكس لانه لانه بصراحة لازم اوقف في التحليق لازم اوقف في الكلام انا ما عمديش دلوقتي تفسير اه يعني مفصل للمشاكل العاطفية اللي ما بين الطرفين ولكن هنحاول نقول على قد ما نقدر انه ممكن اه هي ليست اه النوع المفضل له ماشي نقولها ازاي دي بقى بالانجليزية اه هي هو مش اه مش نوعه. تابو شي شي اس نوت هز ضيب. ماشي? ولا شي اس نوت هر طيب ولا هز ضيب. المهم. لا هي النوع اللي هو بيحبه ولا هي النوع اللي هو بيحبها ولا يعني في 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 عدم انسجام في موضوع انه انه احنا الاتنين مناسبين لبعض ولا لأ? هل انا وانت منسجمين? طب احنا منسجمين لحد فين. يعني هل انا بارتاح معك عاطفيا? هل انا بمبسط معك? واحنا بنتكلم في قصص الحب والبتنجان? اه او لا اما دي ما انا عرفها. اه او. يعني انت مثلا ممكن تلاقي انسان تتفاهم معه فكري. وترتاح له نفسي. بس يا اخي لا تتفاق معه عاطفي. ما تحسش تجاوبه قبول عاطفي. العلاقة عشان تقوم ما بين اتنين. محتاجة حاجات كتيرة يا جدح. وبعدين مهما مهما لقيت في العلاقة برضو هتطلع فيها حاجة نقصة وانت هتستخدم من حاجة النقصة دي كمبرر انك تخوء. او كمبرر انك تتطلق او انك تشوف لك واحد تاني. ممكن ان الواقع تبقى مقبولة نوعا ما. بس دلوقتي مع زمن السرعة وزمن السوشيال ميديا وزمن العروض الكتيرة المتاحة وسهولة تكوين العلاقة. معادش في حد بيصبر بقى ويقولك هنصبر وهن سوف نظل اوفياء وسوف نظل مخلصين والكلام اتفه ده. بتلاقي كله بقى يبدل. ده معجب ده ده معجب ده ده بيمل. بقى فيه ملال بسرعة. انماط الانماط الانفصال والارتباط اصبحت انماط سريعة. انا محتاج يعني انا محتاج وقت. ماشي? عشان اقدر اجيب القصة دي من اولها. والود ده. الود ده طلع للحمل بسراحة. الود ده ندله طلع للحمل. الود ده عيل كده فيه دودة. الودة اللي وفيه كده زي حماس كده في الولد. ماشي? فالود ده متحمس شوية. فممكن البت دي. اه البت ايه? ايه? البت دي. الودة طلع عندها زحل في الدلو. مش زحل في الحوت زمانه كنت بقول. لحلوة يا ولد. طيب احنا قلنا معلومة غلط في اول الفيديو. لما قلنا ان البت زحل الدلو. زحل الحوت وطلعت زحل الدلو. يعني ايها اقتربت من سن التلاتين. اه بالفعل. الفين اربعة وعشرين الجاي هتكمل تلاتين سنة. المهم المهم ان انا مش عارف الاقي تفسير مفصل لسبب الطلع. احتاج وقت. احتاج وقت افكر كده مع نفسي. امخ مخ اجيب ورا وقالم. ا kabul اكتب الزهرة تربيع والزهرة والزهرة تربيع المريخ الزهرة تربيع عطارد الزهرة تربيع الشمس. انا ما اعرفش انت حبيطها يا كي. فالله انت اتجوزتها ليش? انا ما انا انا اعرفش. ام انت عندك ديك ام الزهرة عاملك كل الاتصالات السلبية دي. انا عشان مشتريها جنب شمسك. المفترض ان مشتري الرجل هو اللي يقترن مع شمس البنت. هنا العكس هو اللي حاصل. مشتري البنت هو اللي راكب على شمس الولد. ودي شيء غريب. يعني المشتري بتاع البنت في العقرب وشمس الولد في العقرب. فهل هي اعجبت بي وهي اللي تعلقت فيه? وهي اللي كانت بتبادله الشعور اكتر? واللي هو الولد اللي كان بيجرى وراها? ها. هل برج العقرب بيجرى ورا امرأة الجدي? هل هي بيجرى وراها ليش? هلا ان البيت عندها المريخ اكتران الشمس. فالبنت تعتبر جزابة يعني. فهو قال لك هو هي هي دي وخلاص. واخد الموضوع كتحدي. ايه الكلام بقى بالزبط? ايه التفاصيل? احنا عايزين التفاصيل الموضوع. يعني ايش اللي يخليك ترتبط بيها? وكيف وتحت اي ظروفة ملابسات? وايه اللي يخليك تطلقها او تسيبها او تكرر تاخد قرار زي كده? هل اصبحت العشة فيما بينكم لا تطاك لدرجة ان انت تطلب الطلاق. الله! طيب اه يعني اه اه يعني اربع سنين رقم كبير. كنا نكمل يعني ها. ليه نتطلق? نكمل. مليت. ها مليت يا بابا. هل اصابك الملل? طب و هي برضو اصالتها الملل. ما خلفتوش عال ايه? اربع سنين. ليه ما خلفتوش عيال? يا بيت. ما خلفتوش. يا بيت. ليه ما خلفتش منه عيالة بت? ده سؤال برضو. يعني في اسئلة كده. الزهرة تربيع مش عارف ايه. الزهرة عاملة لكلها اتصالات سببية. طيح حلوة اوي ايوة. ايوة الايد سبب. انا الايد سبب. انا محمد الايد سبب. شوفة باشا. في سبب هنا منطق شوي. انه الولد عنده زحل مش عارف في الشمس وتربيع ايه كده? تربيع كزا كوكب كده. اه زحل تربيع الزهرة والمرير. حلو. دول كده اهو. دول كده اهو. هم دول بداية حل الخيط او اللغز. اه بداية طرف الخيط لحل اللغز. ده اللي هيحل الموضوع انه الولد غير قادر على الالتزام والبت عندها طموحات اكتر او البنت ممكن تكون طموحة او جدية اكتر او اكتر صرامة والولد فيه صفة عدم الحزم او عدم الحسم واكيد الصفة دي ديقة البنت الله اعلم بقى ايه المواقف اللي فيما بينهم الاخ احمد كان مهمل فيها وبسبب الاهمال او عدم الحسم او عدم الحزم في الاتخاذ القرار او الجرأة او انه يبادر او انه يلتزم بموقفه هي خلته انه زهقت بقى والزهق ده ولد زهق لان الولد عنده هيمنة الهواء والبنت عنده هيمنة التراب فاكيد العلاقة مش هتزبط بالمعنى الكافي او بالشكل الكافي اضافة الى انه تاريخ كتابة عقد الزواج نفسه كان تاريخ خرائي اللي هو عشرة تسعة عالفين وتسعة عشر لما كانت الزهرة في الهبوط في برج العزرة دا هذا ما يمكنني ان اقوله في هذه الخريطة التوافقية انا ذكرت معلومات مهمة جدا ذكرت انه ما ينفعش الكوكب ما يبقاش عامل اتصالات في التوافقية ما ينفعش كوكب يبقى عامل كل اتصالاته سلبية اتصالات التزديس هي اتصالات نصف سعيدة وهي اتصالات مش قوية قوي المفروض ان مشتر الرجل هو اللي يركب على شمس المرأة حلو الكلام عشان هو اللي ينعم على شمس المرأة وليس العكس المرأة هي التي يتنعم على الرجل ما ينفعش يكون فيه تربيع للهيمانات فيما بين الطرفين طيب بس تقريبا الزهرة تربيع الزهرة مقدور عليها لكن بشكل عام فيه لخبطة كبيرة في العلاقة حتى وين كانت الشمس تزديس الشمس وبرج العقرة بيتطفق مع برج الجدي بس خش بقى في الخريطة كده هتلاقي فيه تفاظيل أكثر هنا الزاهد وأحمد فهمي مثال مثال واضح لتضبط الهيمنة أو ترابع الهيمنة الهيمنة دي تربيع الهيمنة دي كواكب الميزان تربيع كواكب الجدي حوالي 6 كواكب في الجدي تربيع حوالي 4 كواكب في الميزان بشكل عام فالتربيع معناه احتكاك معناه أنه طول الوقت في عراك طول الوقت في اخناك يعني لو واحد تربيع واحد أوكي ظهرة الجوزاء تربيع ظهرة العزرة أوكي زهرة الحوت تربيع زهرة القبص ممكن زهرة الحوت تربيع زهرة الجوزاء ممكن لكن زهرة تربيع الزهرة ومريخ ومريخ وشمس وتربيع مش عارف ايح ايح اي Soph והما تقدر ومع اكيد هتشعر بنفور بنوقتي والاخ والمفروض انه ايوه ممكن يبقى فيه هنا تحقيق في تاريخ الطلاق وكيف حصل الطلاق وممكن نعرف بالتقريب الشهر اللي حصل فيه الطلاق ونشوف ايه الكواكب اللي عبرت ومين مع مين ومين ضد مين ونحاول ندرس الموضوع وكيف وصلوا للقرار زي كده هم وصلوا للقرار ده مع زوحل الحوت زوحل الحوت ده ملوش علاقة بيهم بصراحة تقريبا يعني ولا عندهم كواكب في العزراء ولا عندهم كواكب في الحوت فانا ما عرفش هم ليه تطلقوا مع زوحل الحوت لا ده عنده كواكب في العزراء ولا ده عنده كواكب في الحوت حسب بقى لازم تشوفوا الحوت في اي بيت من بيوت احمد والبيت هانا دي بس ما عندناس ساعة الولادة فبالتالي ما عندناش بيوت فبالتالي ما نقدرش نحكم في الخريطة دي وشكرا